اشتركوا في القناة التي تؤكد على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق المصلحة العليا للوطني والمواطن وتعزيز أواصر الود والتأخي مع كافة شعوب العالم وتعميق التعاون المشترك والتنسيق الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مبادئ حسن الجوار وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ساعدة وزير الخارجية مع مدراء التحرير في الصحف المحلية ووكالة انباء البحرين وقال وزير الخارجية ان التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تؤكد على ضرورة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في اطار مجلس التعاون لكل ما فيه من خير وصالح شعوب دول المجلس والدور الفاعل الذي يقوم به المجلس للمحافظة على امن واستقرار دولنا ودول المنطقة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة مؤكدا حرص جلالة الملك المعظم على دعم تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعد ركيزة اساسية للحفاظ على امن واستقرار المنطقة واشار الزياني الى ان رؤية جلالة الملك المعظم هي ان تكون منطقة الشرق الاوسط منطقة امنة ومستقرة ومزدهرة مشيرا الى ان من بين اهم مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين السلام والتنمية المستدامة وحقوق الانسان مضيفا بان السلام هو خيار استراتيجي بشموليته وندعو الى ان يعمى كافة دول العالم كما تطرق سعادة وزير الخارجية الى مضامين الكلمة السامية لجلالة عاهل البلاد المعظم في قمة جدة للامن والتنمية منوها بان جلالته اكد على اهمية استقرار اسعار الطاقة وضرورة دعم المبادرات الهادفة الى تصدير الحبوب والقمح ودعم الدول المصدرة وقال وزير الخارجية ان البحرين تشعر بارتياح كبير لان مسار تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا يمضي نحو اهدافه المنشودة وردا على سؤال لاحد الصحفيين حول العلاقة مع دولة قطر اوضح سعادة وزير الخارجية ان مملكة البحرين بادرت ولعدة مرات بدعوة الاشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين لتسوية المسائل العالقة تنفيذا لما نص عليه بيان العلا مؤكدا ان المملكة كانت دائما تدعو الى الحوار والتفاهم وهي تريد الخير للجميع وان يعم الاستقرار والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة واعرب صعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن الاسف لان دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الان في الوقت الذي تسعى فيه المملكة الى تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة عموما واستقرارها وازدهارها واضاف ان مملكة البحرين ترى بانه لا يصح ترك الامور العالقة دون ان يتخذ بشأنها اي اجراء لذلك فان المسئولية تقع على الاشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت اليهم من جانب المملكة مؤكدا ان مملكة البحرين حريصة على العلاقات الاخوية مع قطر والباب ما زال مفتوحا للحوار والتفاهم ثنائيا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة ومن بينها على سبيل المثال موضوع الصيادين البحرينيين واهمية التنسيق البحري والطيران وغيرها وعرب ساعدة وزير الخارجية عن التقدير لتجاوب الاشقاء في دولة قطر مع قرار مملكة البحرين بالسماح لتنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى مملكة البحرين عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أي إجراءات مسبقة واضاف أن الحكومات مسؤولة عن التنسيق بشكل أكثر فيما بينها لتسوية كافة الأمور العالقة وهذا ما نسعى له ولا تزال نأمل أن تتجاوب دولة قطر مع دعوات المملكة لتسوية المسائل الخلافية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين الجانبين كما تحدث سعادة وزير الخارجية عن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان مؤكدا أن الوزارة حرصت على أن تلبي الخطة تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأن تضيف إلى ما حققته المملكة من إنجازات معروفة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر